بسم الله الرحمن الرحيم ما زلنا في الدفعات المركبة ناخد مثال كمان غير اللي خدناه الفيديو الفيات هنا بيقول لي يودع شخص مبلغ الف دولار في احد المنبنوك كل اربع شهور اقف بقى هنا في المركبة لازم اقف افكر شوية كل اربع شهور يعني ايه يعني التالت اكتب كده بالعامية تلت مرات في السنة اه يعني انا البنك ده بيشوفني في السنة الواحدة تلت مرات يبقى اخد بالي لمدة تلت سنوات في السنة الواحدة شوفني تلت مرات يبقى خلاص انا عارف كده ان انا اتعاملت مع هذا البنك التسع فترات يبقى تلت سنوات البنك بيشوفني في السنة الواحدة تلت مرات يبقى فيه تسع فيه تسع فترات اركز كده من اولها معادش اقرى المسألة للاخر وافكر بعد كده لا وانا ماشي في المسألة اقف على طول بمعدل خمستاش في مئة ايه سنويا طبعا معدل مركب طبعا مش احنا كل ده فايدة مركبة طب ده خمستاش في مئة للسنة كلها انا بجي لك كم مرة بجي لك تلت مرة طب تقولي السنة كلها ليك خمستاشر يبقى المرة واحدة ليك كام يبقى قسم خمستاشر على التلات يبقى ليك خمسة في المئة في المرة الواحدة ده كده قبل ما نبدأ بس ايه شغل احسب جملة الدفعات اذا كان الاداع اخر كل اربع شهور يعني عادي واذا كان الاداع اول كل اربع شهور يعني فوري طب بص انا كاتب لك هو نفس الكلام اللي انا فصصته فوق كل اربع شهور ايه ثلاث مرات في السنة يبقى المعدل بتضاف تلت مرات يعني المعدل ده بقولك ايه انت هجي لي تلت مرات ليك في التلت مرات خمستاشر يبقى انا احسبها مع نفس كده اقول يعني ليه في المرة خمسة اقسم من خمستاشر على التلات طب انا جيت لك في تلت سنين كل سنة تلت مرات بقى انت حالك شفتني كده جيت سلمت عليك كده في التلت سنين تسع مرات احسبها كده عن نفس بالايه بالعامية كده هتبقى بسيطة طيب نحسب اذا كانت الاداع اخر يعني عادي واذا كان طبعا اول وحنا قلنا اول بيجي ازاي من اخر وعملناها في الفيديو اللي فات جمع التفاعات العادية اللي هي ايه في دي دي موجودة في الجدول اللي هي ايه ابص عند جدول الخمسة في المية في العمود الرابع ده جدول خمسة في المية ادي الان الان عندي عند كم عند تسعة امشع لغاية العمود الرقم اربعة دي واحد اثنين تلاتة العمود رقم اربعة ابص هنا القيمة كم هلاقي القيمة اللي طلعت من الجدول هي احداشر وستة عشر من الف اللي هي دي دي اللي طلع في العمود الرابع قدام التسعة تحت جدول الخمسة في المية خلاص او اعملها على طول بالآلة الحزبة يعني اقول الف في واحد زائد اي قس ان ناقص واحد على اي اعوض بقى الاي بخمسة والان بتسعة وعوض هيديني نفس القيمة دي اللي هي احداشر الف وستة وعشرين بدي جملتي بعد تسع فترات اذا كنت بتعامل مع البنك اخر كل اربع شهور طيب الاداع كل اول كل اربع شهور يعني فوري اعمل ايه نفس اللي انا جبته ده نفس اللي انا جبته ده اللي هو ايه الالف هضربها بس في واحد زائد اي اللي هي الفورية قلنا نقطتين شان تشير النقطتين دول ملهاش مكان في الجدول النقطتين النقطتين دول يتشيروا ازاي واحد زائد اي في اللي من غير نقطتين طب عشان الكلام ما يبقاش صعب علي يبقى اخد اللي انا يبقى الايه موجودة ودي موجودة من المسألة اللي فات لهاي احداشر دي يبقى الايه بألف ودي بحداشر وستة عشرين من الف ازود عليها بس او اضربها في واحد زائد اي يبقى كل القصة الادام دول هضربهم في واحد زائد اي طب واحد يقوللي أضربها في 1 زائد i على طول اللي هي 1 و 500 طبعا 1 و 500 دي تنتج عن 1 زائد 5 من 100 يا شباب اللي هي 1 و 500 على طول هتديني نفس الناتج ده أيوة هتديني نفس الناتج ده مباشرة بدون تعب بدون أي حاجة لكن ده الشغل الرسمي ممكن يطلع يبقى الجدول يحتوي بس على العادي أما الفوري أنا بجيبه من العادي بقى الفوري بيجي من العادي إزاي أخد قيمة العادي النهائية أضربها في 1 زائد i أو أضرب المبلغ في العادي في 1 زائد i في الاس العادي اللي أنا طلعها من الجدول يعني بس وطبعا مع كثرة التدريب على الآل حسبة هيبقى الموضوع إن شاء الله بسيط جدا وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات خدمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته